مشاهدينا الكرام صباح الخير والسعادة والعيادة على حضراتكم كل عام وأنتم بألف خير عيد أضحى مبارك ونحن نعيش هذه الأجواء المباركة وهذه الأيام الشريفة لنا اللقاء من دار الإفتاء المصرية نتحدث من خلاله عن أجواء وأحكام يوم النحر وهذه الأيام المباركة التي نعيشها جميعا لكن خلونا نرحب في البداية بدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية دكتور أحمد برحب بك معك أهلا وسهلا بك يا أستاذ رامي وبالسهد المشاهدين وكل عام وأنتم بخير وحضرتك بألف خير كيف يتهيأ المسلم في يوم النحر عند بداية اليوم صلاة العيد ثم النحر لو لاحظت تجدوا أنه مشتق من العود يعني لأنه يأتي ويعود فسميه عيدا أيام العيد يشرع فيها الفرح يعني الخصلة الرئيسية اللي ينبغي أن الإنسان يعيشها أنه يتعلي عن النكد ويكون شخص فرح مسرور يدخل البهج على نفسه وعلى الآخرين ولذلك لما الناس بتتقصد أنها تلبس الثياب الجديدة وتأتي بالثياب الجديدة للأولاد وتأتي بالحلوة ويتجمعون وكذا إلى آخره ويتعمد أن يصل الفقراء ويصل كذا كل هذا بسبب أنه يريد أن يشيع ثقافة السرور والفرح حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما تكلم عن أيام التشريخ فقال أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل يعني قدم حتى الأكل والشرب على الذكر في السياق بتاع الكامل النبوي على بين الصلاة والسلام فيوم النحر طبعا على رأسه يأتي الصلاة العيد تأتي ويأتي بعد ذلك تقرب إلى الله سبحانه وتعالى الذهاب إلى الصلاة هنا المسلم وهو ذاهب يتهيأ بأفضل الثياب إيه الأفعال وإيه السنن الممكن يقوم بها وهو في طريقه إلى الصلاة هو طبعا الذهاب إلى الصلاة أو صلاة العيد السنة مؤكدة الذهاب إلى الصلاة لابد أن الإنسان يذهب في أحسن حالاته يشرع له أن يغتسل ويتنظف ويتبخر يعني يضع عطرا ويلبس أحسن ثيابه وأنظفها ويذهب إلى الصلاة في هيئة فيها سكينة فيها هدوء يصلي ويحضر الخطبة ويشرع له أنه إذا ذهب من طريق فيعود من طريق آخر مخالفة الطريق هنا سنة مخالفة الطريق من السنة لأنه هذه الأكوان يجعل الله لها ألسنة يوم القيامة فتجد هذا الطريق يأتي يوم القيامة فيشهد لصاحبي فأنت بتجعل لك شاهدين بدلا من شاهد واحد طريق الذهاب وطريق العودة نعم تهنيئة الأقارين أيضا في الطريق والتكبيرات كما قلنا في أول الكلامنا أن العيد ثقافة العيد ثقافة السرور ثقافة السرور تحتم أنك تسعى إلى إدخال السعادة على قلوب الآخرين فتأتي إلى أحبابك وإلى جيرانك وإلى معارفك وإلى من تلتقيهم في المسجد في صلاة العيد تلقاهم هاشا باشا مقبلا عليهم بالابتسام بالفرح بالسرور مهنئا إياهم بهذه الأيام المباركة التي هي أيام استثنائية لأنها أيضا هذه الأيام الاستثنائية ليست فقط لأنها أيام عيد هذه من الأشهر الحرم والأشهر الحرم بواجه عام أيامها أيام خاصة تضاعف فيها الحسنات وتضاعف فيها السيئات تضاعف فيها السيئات نعم فالإنسان يكون حذرا جدا ويقظا في مثل هذه الأيام فتأتي في داخل هذه الأيام الخاصة أيام أخص وهي أيام العيد نعم أذهب إلى أمر آخر هنا استحسان الإمام الشفعي للصيغة المصرية في التكبيرات هنا المصلي أو المسلم في ذهابه لصلاة العيد دائما التكبيرات متى تبدأ التكبيرات أولا ثم الصيغة المصرية التكبير يبدأ من مغرب ليلة العيد ليلة العيد يعني يوم الوقفة بعد المغرب نبدأ في التكبيرات وتظل التكبيرات مستمرة إلى مغرب آخر أيام التشريق نعم اللي هو ربع يوم العيد ربع يوم العيد صحيح الحاج هناك ربنا يعني يعني يوني لنا هذا الشرف يا رب الله يلبي غير الحاج يكبر الحاج هنا لبيك اللهم لبيك إنما إحنا غير الحاج بأن الله أكبر الله أكبر أهل مصر لهم صيغة معينة في التكبير صحيح الله أكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة الحمد لله وحدا صدق وعدا ونصر عبدا وعز جندة وهزم الأحزاب وحدا إلى آخر الصيغة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على آل بيتي وعلى أزواجه إلى آخره هذه الصيغة المصرية استحسنها الإمام الشافعي رضي الله عنه التكبيرات مستمرة حتى رابع يوم العيد رابع يوم العيد توقيتاتها بعد الصلاة هي مفتوحة مفتوحة في أي وقت تقولها لكن الناس من ضمن الأوقات اللي بتقولها جماعة عقب الصلاوات نعم وده نوع من أنواع التعاون على البر والتقوان وجزء من الذكر هناك جزء من الذكر وجزء من إظهار الشعائر وجزء من ملء هذا الكون بذكر الله لأن ذكر الله وجوده في هذا الكون بيعمل نوع من أنواع التوازن بالتعبيرات الدارجة الحديثة يعني التوازن طاقي لو قلنا كده يعني بس كلمة التوازن طاقي دي مش عندنا لكن معناها موجود بنعمل في شيء في الوجود بيحصل زي ما بيقولك العاصي إذا عاص الله فإن العصور يموتوا بشؤم معصيته في عشه فكذلك الطائع إذا أطاع الله بارك الله في بيته وفي سبعين بيتا حول بيته فدي بركة بركة صحيح فالبركة دي يجيو عبره عنها الوقت يقولك طاقة مش لو تجاوزنا الأسماء وتعلقنا بالمسميات الزكر بيعمل توازن روحاني بلاش يا سيدي طاقي مصطلح أفضل ومعنى أفضل نظم هنا بقى اليوم لتوقيت النحر السولان هنا المرتبط بها الشخص اللي عليه القيام بالنحر والتضحية هو طبعا الناس بإزاء النحر على صنفين صنف يريد التضحية وصنف لم يوفقه الله لذلك اللي هيضحي يسن له أن يمسك شعره وظفره يعني ما يقصش حاجة من شعره وما يقصش رغفره لعشر تيام الأولى من زي الحجر الحجة تشبه بالحج نعم ولكن هذه سنة وليست واجبة معنى كونها سنة ليس يعني يعني مفهومة أنا أقصد لما بقول سنة نعم مش معناها أنه بهونها في أعين الناس أبقول لهم تهوانوا فيها إنما ده وضعا للأشياء في مواضيعها لو فيه ظروف يعني لو فيه شخص وظفته مثلا مرتبطة بأنه لازم يحلق ده بعض الناس ظروفهم الاجتماعية أو ظروفهم الوظيفية لا تسمح لهم بهذا فحين أذن الله حرج عليه إنه هو يفعل هذا القص أو هذه التنظيم لهيئته فيش مانع من ذلك لكن ما نستطاع فالأفضل والسنة له أن يترك إلحياته ولا يقص شيئا من من شعر جسده ويترك كذلك أظافره وتشبها بالمحرم يعني يفضل أن هو يكون ممسك على شعره أو ضقنه وأيضا أظافره أي لو هننتقل أيضا هنا النحر هل على الشخص الذي قام به التضحية أو المضحي أن يأكل من الأضحية أول شيء أو في الإفطار هل من السنة؟ هو يعني أهل العلم ذكروا أنه يستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ولو لقمة يعني بعض الناس تقول لك أنا هضحي وهقرجك ولها الواجه لله ما في معنى ما فيش مشكلة لكن خد منها ولو لقمة وخد منها ولو سندوتش نص كيلو مثلا ليه؟ قالوا لتناله بركتها يعني هذه الأضحية قرب عظيمة لربنا سبحانه وتعالى وورد فيها حديث شريفة متعددة تبين في الله وعظيم سوابها عند الله نعم فلا تحرم نفسك أيها المضحي من أن تأخذ شيئا من بركة هذه الأضحية التي تقربت بها إلى الله سبحانه وتعالى ولو أن تأكل منها ولو لقمة واحدة نعم دكتور أحمد مندوحة من الفاتوى بدار الإفتالي المصرية كل عام وخاضرتك بخير بشكرك على التوجه معنا شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير شكرا وصول الله حضرتكم على طيب المتابعة وعليكم بالخير اليمن والبركات إلى اللقاء